مرحباً يا حلوين كيف حالكم؟ قصتنا اليوم استمراراً للمرة الماضية سنستمع إلى قصة القادمة متمنينا أن صحة الجدة تتحسن اليوم سنتكلم عن الراحة هل مستعدين الاستماع بقلب مرتاح؟ إذن هيا نستمع إليها سأل الجد الجدة هل تريدين أن نمشي في الحديقة أمام البيت؟ وردت الجدة حسناً أعتقد أنني أفضل من أمس أريد الحصول على آشعة الشمس الدافئة رأي المناظر الجميلة تنشق الهواء النقي وتمشيها تحت آشعة الشمس ورغم لم تشفى كلياً كانت الجدة مرتاحة تماماً سنرسم الجد والجدة اللذان يتمشيان في الحديقة سنرسمهما جالسان أولاً ثم نرسم كرسي الحديقة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر سنزين الخلفية بالأعشاب والأرض اشتركوا في القناة 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 رسمنا الارض والأعشاب والسماء فقط استعمل أقلام الهجوين الباسع يمكنكم ان ترسموا مثلي ام يمكنكم أن ترسموا الخلفية التي تعلمناها حتى الارض انتهت الرسمة كيف كان اليوم؟ القصة كانت عن جد وجدة يتمشيان في الحديق أنا ميز دامبي تذكرت عندما تمشيت وكان الطقس جميل فقلبي مرتاح طول الرسمة اليوم أنتم أيضا تذكروا لحظات كنتم مرتاحون وارسموا عنها أعتقد أن عندما نرسم بالراحة نشعر بشعور جميل هل تتمكنوا أن ترسموا بمهارة؟ إذن إلى اللقاء باي باي